اشتركوا في القناة ويتعلقوا بمقاصد الشريعة وبالأمس تحدثنا عن تعريف مقاصد الشريعة وتكلمنا عن أهميته وكيف بدأ وكيف نشأ والآيات التي أهم الآيات التي ذكرت وأشارت إلى العلل والحكم والمقاصد وكذلك الأحاديث وذكرنا لكم أيضاً عدداً من أئمة العلم الذين اهتموا بعلم مقاصد الشريعة وفي هذا اللقاء اليوم سنتابع الحديث عن موضوع أيضاً مهم وهو جواب فيه جواب على سؤال هو ما مدى مشروعية هذا العلم ولماذا ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في صفحة مئة وسبعة وستين نسب للإمام الرازي أنه يقول أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة نريد أن نقف اليوم على هذا الموضوع لأنه هو الذي يؤسس لما سنتكلم عنه والإمام الرازي إمام كبير الإمام الرازي المفسر صاحب التفسير الكبير وصاحب كتاب المحصول في أصول الفقه فكيف ينسب له أنه لا يقول بتعليل الأحكام ونحن نعلم أن مقاصد الشريعة إنما تبنى على تعليل الأحكام فإذا كانت المقاصد تبنى على تعليل الأحكام فكيف ينسب للإمام الرازي القول بنفي التعليل هذا الموضوع لا بد أن نقف عنده قليلاً بالتأصيل له والتفصيل وذكر أقوال أهل العلم في هذا الموضوع فأولاً نقول اتفق الفقهاء على مشروعية تعليل الأحكام واستنباط المقاصد منها هناك محل اتفاق بين الفقهاء وهذا الاتفاق الذي نحكيه عن العلماء يدل عليه مئات الآيات ومئات الأحاديث وما عليه آئمة الاجتهاد في تاريخنا ولكن كيف حصل هذا الخلاف كيف نشأ ولهذا نقول لا بد من بيان هذا الموضوع اتفاق على التعليل تعليل الأحكام لاستنباط المصالح التي تدل عليها النصوص ولكن حصل خلاف في التكييف في تكييف هذا الموضوع كيف التكييف؟ يعني ما هي ماهيته؟ ما هي كيفيته؟ هناك طبعاً اتجاهات للعلماء الاتجاه الأول وهم المعتزلة الذين قالوا بالتعليل ولكن أيضاً قالوا هذا التعليل عقلي وليس شرعياً المعتزلة ماذا قالوا؟ هذا التعليل عقلي وليس شرعياً ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معنى عندهم قالوا للأحكام حكم وأسرار حتى لو لم يأتي نص من الشرع لحكم العقل بحسن ما جاءت به هذه الأحكام ولحكم العقل بقبح ما جاء النص بالنهي عنه هذا معنى قولهم بالعقل يعني قالوا العقل يحكم بذلك حتى أنهم قالوا عبارة يعني أهل السنة والجماعة طبعاً رفضوها قالوا بوجوب الأصلح وأن الأحكام يجب أن تعلل وهذه مسألة يعني ليست يعني لا يقبلها أهل السنة والجماعة لأن فيها نوع من عدم الأدب مع نصوص الشرع ولهذا أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا نعم في النصوص إشارات إلى المصالح والمفاسد ولكن هذه التي ذكرت من باب التفضل الله عز وجل تفضل فذكرها ولا يجب عليه شيء جل وعلا على كل هم يقولون المعتزلاء أن الحكم بالأصلح هو حكم عقلي نحن نقول هذا باطل الشرع هو الذي يحسن ويقبح هو الذي ينص على المصالح في المقاصد وهو الذي ينص على المفاسد في المقاصد وليس العقل ودليل بطلان قولهم نحن نقول مثلا أضرب لكم مثلا أمثل من الأحكام الشرعية الشريعة رخصت للمسافر بالإفطار من باب إيش؟ من باب دفع المشق وجاء النص بذلك فإن كنتم على سفر طيب الآن لو نريد نحكم بالعقل لو أن مقيما غير مسافر أصابته نفس المشقة التي تصيب المسافر هل نقول له بأنه يفطر؟ ما أحد يقول من الفقاء ذلك فلو أنكم نقول يا معتزلة لو أننا نحكم بأن التحسين والتقبيح في المصالح التي هي أساس المقاصد لو كان الأمر بالعقل لقلنا أيضا هذا المقيم إذا أصابته ما شقه يفطر أيضا طيب مثال آخر أيضا لو أن المسافر الشريعة أباحت للمسافر أن يفطر ما هي الحكمة؟ الحكمة المشقة ما هي العلة؟ العلة السفر طيب لو أن المسافر سافر وكان في سفره مترفها ما أصابته أي مشقة فما حكم الشرع بذلك؟ هل يجوز له أن يفطر أو لا؟ يجوز له أن يأخذ بالرخص طيب لو أننا نحكم بالعقل لقلنا بأن المترفيه في سفره ما عليه أن أن يأخذ بالرخص ولا أن يفطر ولا ولا إلى آخرين فحقيقة هذا يعني كلام المعتزل كلام خطير ويفتح أبوابا من الشر على شريعة الله لماذا؟ لأننا فيه إدخال للعقل تحكيم للعقل في غير مجاله ولهذا نحن الآن نسمع في المجتمع يعني أنا قبل أيام كنا نناقص هذه القضية بعض المثقفين الذين ما ما عندهم علم بالأحكام الشرعية يقول يقول المسافر إذا إذا كان مترفيا في سفره ولم تصبه المشق فما عليه أن يأخذ بالرخص فشرحت له هذه القضية وقلت له الفقاء يقولون الأحكام الشرعية وهذه أرجو أن تسجلها قاعدة مهمة الأحكام الشرعية تناط بعلالها الظاهر المنضبطة ولا تناط بحكمها الأحكام الشرعية تناط بالعلل وليس بالحكم وهذا مثال واضح السفر للمسافر الرخصة للمسافر هل الرخصة للمسافر تناط بالمشقة التي هي حكمة أم بالعلل التي هي السفر تناط بالعلل التي هي السفر سواء حصلت مشقة أو لا إذن لو أردنا أن نأخذ بمبدأ المعتزلة هذا لفتح علينا بابا من الشر عظيم لماذا؟ لأنه يكون للعقل تدخل في الأحكام الشرعية وهذا باب عقيم باب سقيم باب يناقض التعبد أنت يا عبد الله تعبد الله ممتثلا لأوامره جل وعلا الأحكام الشرعية فيها معنى التعبد نعم وليس فيها معنى التمرد وإدخال العقل والقرآن الكريم نعى على هؤلاء الذين يعني أدخلوا العقل في النص كما في آية الربى في سورة البقرة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين أكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى فماذا رد الله عليهم قال وأحل الله البيع وحرم الربى فهنا أدخل إذن عقولي أي عقولهم التي لا تستوعد كل حكم الشريعة أدخل عقولهم في النصوص ولهذا نحن نقول ما جاءت به المعتزلة من قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين هذا باب خطير لا يمكن لنا أن نقبله لماذا؟ لأنه يناقض مبدأ الامتثال لأحكام الشريعة الغراء التي أكرمنا الله تعالى بها إذن هذا منهج المعتزل الاتجاه الثاني وهو اتجاه الظاهرية الظاهرية قالوا بتعليل الأحكام لاستنباط الحكم والمصالح منها ولكن قيدوا ذلك بما جاء بما جاء فيه نص صريح يعني أي حكمة في نصوص الشريعة وأحكامها إذا لم يرد فيه نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لا يقولون باستنباط الحكم والمصالح منه وهذا المذهب أيضا مذهب يعني فيه وعليه مآخذ لماذا أولا هذا المذهب مبني على اجتهادهم في إنكار القياس كما تعلمون الظاهرية لا يقولون بالقياس ومن ثم لا يقولون بالتعليل الذي نستنبط منه مقاصد الشريعة وهذا ينسجم مع مذهبهم وهذا هذا المذهب عليه مؤاخذات كثيرة لماذا لأنه يصور الأحكام الشرعية تصويرا بعيدا عن الحكم بعيدا عن الفوائد وإنما هو التزام بالنص فقط وهذا من باب له حسنات من حسناته أن المسلم عندما يمتثل الأمر يمتثله للتعبد هذا جيد ولكن من المؤاخذات عليه أن المسلم عندما يأتي بالعبادات أو يمتثل أحكام الشرع من غير أن يطلع على حكمها وأسرارها ربما أحياناً يصيبه نوع من الجمود ربما عندما يؤدي العبادة يؤديها بصورها خالي عن معانيها وهذا أيضاً خطير له له مخاطر عظيمة وأنا أحكي لكم قصة تبين هذا عندما نذب إلى الحج الحج كله أمور تعبدية الطواف حول الكعبة رمي الجمار فيه مشقات كبيرة أعمال الحج كلها فيها مشقة كبيرة الرمي لماذا نرمي لماذا نطوف لماذا نقبل الحج الأسود نعم لماذا كان الوقوف بعرفة وعرفة في الحل لماذا لم يكن الوقوف بالحرم بالمسجد وهو مكان عظيم هذه كلها أسئلة يسألها الإنسان فلو أننا أخذنا بالمذهب الظاهري نقول له عليك أن تلتزم هذا جيد ولكن له مخاطر في سنة من السنوات أنا كنت في الحج في بعض المثقفين كانوا معنا وبعد أن أكملنا الحج ورجع إلى البلاد سألوه يا فلان كيف رأيت الحج قال لو جئتم بالكعبة إلى هنا فلا أذهب يا لطيف نسأل الله العافية نسأل الله العافية ما صبر على المشقات ما صبر ولم أيضا لم يبين له الحكم من أعمال الحج بينما لو بيّن له أن هذا الطواف نعم عندما يطوف الإنسان كما جاء عن الصحابة جاء من عمر قال كنا نترى الله بين أعيننا في الطواف أنت تطوف حول الكعبة كنا نترى الله كلمه أحد فلم يجب قال كنا نترى الله بين أعيننا طواف أمره عظيم جدا فأن تلاحظ هذا المعنى أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى وتطوف حول بيته وتقبل الحجر الأسود كما جاء عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض نعم وعندما ترمي الحجر في ميناء فهذا الرمي أيضا له لوحكم عجيبة تتمثل كيف كان إبراهيم عندما أخذ ابنه إسماعيل للذبح وخرج الشيطان وقال كيف تريد أن تذبح ابنك قال إنما أمر الله وأنا أطيعه ورماه هذا الحجر وكذلك جاء إلى ابن إسماعيل وكذلك إلى زوجته فأنت عندما ترمي الحجر وتتمثل هذه المعاني ما أجملها وكذلك السعي بين الصفا والمروى عندما تتمثل سعي هاجر وهي تبحث عن ماء لابنها لوليدها ما أعظم هذا المعنى فهذه المعاني حقيقة عندما يعيشها المسلم يؤدي العبادة بمعنى آخر وفق الله سبحانه وتعالى فكتبت هذه المعاني في كتاب أسميته خواطر ومشاهدات في رحلة الحج والعمرة وهذا الكتاب موجود في النت لمن أراد مطبوع موجود في الإنترنت لمن أراد خواطر ومشاهدات في رحلة الحج والعمرة وكتبت كثيرا من حكم الحج في هذا الكتاب كثير من الإخوة عندما قرأوه وكانوا قد حجوا قال نريد أن نعيد الحج مرة ثانية بعد أن قرأنا الحكم ومقاصد الحج في هذا الكتاب لماذا؟ لأنك عندما تعيش هذه المعاني الحج ليس فقط حركات تقوم تؤديها وراء كل حركة معنى عظيم لماذا كان الحج في عرفة وهو في الحل لقوف عرفة ولم يكن في المسجد الحرام أجاب أهل العلم عن ذلك وجاء بي بسند صحيح إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سألوه هذا قال لهم عندما نقف في عرفة خارج الحرام كأنما نقف على الأبواب ما أجمل هذا المعنى عندما تقف في عرفة وأنت تتصور أنك واقف على أبواب الحرم متذللا طالبا رحمة الله سبحانه وتعالى فاعتبر أنه عرفة مثل الباب الذي يؤدي بك إلى الحرم وكذلك هذا الباب الأول الباب الثاني مزدلفة الباب الثالثة مؤمنة ثم بعد ذلك تنزل إلى طواف الإفاضة وتسمى عند الفقهاء بطواف الزيارة طواف الإفاضة يسمى عند الفقهاء بطواف الزيارة كأنك أنت وقفت على الأبواب الثلاثة عرفة ثم مزدلفة ثم منة ثم بعد ذلك تنزل لزيارة بيت الله سبحانه وتعالى فعندما أنت تستشعر هذه المعاني كيف يكون الحج؟ يكون حجاً فعلاً يقربك إلى الله سبحانه وتعالى نعم وكذلك الصلاة اليوم كثير من الناس يصلون لماذا لا تؤثر فيهم الصلاة؟ لأن الصلاة أصبحت لهم عادة صور هو يؤديها ويخرج ولو أنه استشعر حكم الصلاة ومقاصد الصلاة لأدى ذلك إلى أن تكون صلاته فعلاً كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الخاشعة الصلاة التي يعرف معناها ما معنى القيام ما معنى السجود ما معنى الركوع لله سبحانه وتعالى المناجاة الذكر وما إلى ذلك عندما تستشعر هذه المعاني تكون صلاتك صلاةً عظيمة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى الظاهرية إذن قولهم بأننا نتوقف فقط على ما جاء من ذكر للحكم وهذه الأمور فقط على النصوص نقول لهم لقد حجرت مواسعة وإذا كانت الشريعة قد أباحت الاجتهاد وشرعت الاجتهاد فمن باب أولى أيضاً الاجتهاد في الحكم والأسرار وبيام مقاصد الشريعة نعم ما الفرق هذا عن هذا لكن فقط نقول ربما نستفيد من الظاهرية بماذا؟ بأننا لا نتكلف وجود حكم بعيدة نعم هذا يمكن أن نلاحظه في هذه القضية نأتي إلى المن للاتجاه الثالث وهو الذي ذكره هنا الإمام الشاطبي نقلاً عن الراز والغزالي وكثير الفقهاء هل فعلاً هؤلاء الفقهاء لا يقولون بالتعليل؟ الحقيقة أنا راجعت كتاب المحصول للإمام الرازي فرأيت ذكر عشرات النصوص التي فيها تعليل وهو الرجل يُعلِّل ويذكر الحكم وكتابه التفسير مملوء جداً من حكم من حكم النصوص الشرعية ويذكر المقاصد طيب كيف ينسب له الإمام الشاطبي؟ نقول هذه النسبة فيها نظر أولاً ثم الإمام الرازي والغزالي عندهم أيضاً منهج أيضاً لهم رأي هم يقولون بالتعليل ويقولون بالمقاصد وكلهم على هذه الجادة وهم أئمة المقاصد ولكن لهم تفسير للمقاصد ما هو؟ قالوا التعليل تعليل الأحكام عندما تذكر في النصوص وهذا فيه دقة عندما تذكر في النصوص فإنها هذه المصالح التي تذكر ليست علة غائية وإنما ذكرت تضمناً وتفضلاً من الله سبحانه وتعالى ما معنى هذا الكلام؟ يعني هم يقولون الحق سبحانه وتعالى عندما قال لعلكم تفلحون هذا الفلاح نعم هو مقصد شرعي ولكن ليس علة غائية يعني ما معنى علة غائية؟ بمعنى الله سبحانه وتعالى ما أمر بهذا الأمر إلا لهذا هم هؤلاء الرازي والغزاء يقولون لا يعني هاي قضية اعتبارية هم يقولون كلهم بالمصالح والمقاصد لكن يقولون أنها ليست قصداً وإنما جاءت في النص تضمناً هذا ملمح دقيق جداً كثير الآن ممن كتب في مقاصد الشريعة لم يتنبه له وهو مهم ما هي أهميته؟ أهميته أن هؤلاء يعني انطلقوا من قولهم هذا لإطلاق المشيئة قالوا الله سبحانه وتعالى له الإرادة المطلقة وله المشيئة المطلقة يأمر بما أمر وينهى عما نهى نعم ويذكر الأحكاء والحكم والمصالح ولكن هذه المصالح نعم نفسها قد تكون في وقت آخر غير مصالح أضرب لكم مثالاً حتى تتضح المسألة الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر ما هي الحكمة؟ الحكمة أنها تضر بالعقل نحن نقوم بذلك امتثالاً لأمر الله لكن هي تضر بالعقل طيب الآن عند الاضطرار يجوز الإنسان أن يشرب الخمر أم لا؟ إذن يجوز أم يشرب الخمر؟ فمعنى ذلك إذن لما جاءت الحكمة لعدم إضرار العقل ليست علةً غائيةً ملزمة وإنما وإنما تفضل الله سبحانه وتعالى فذكر لنا الحكمة من ذلك وقد تكون الحكمة في غير ذلك بحسب المشيئة الإلهية على كلٍّ الجمهور نظروا إلى الحكمة وبعض الفقهاء الغزالي والرازي وغيرهم نظروا إلى المشيئة مطلق المشيئة الإلهية نعم وأيضاً هذا الرأي يحل لنا بعض المشكلات في هذا العصر يعني الآن ممكن بعض الشباب وفعلاً هذا يناقش أحياناً يعني بعض الشباب مرة قال الله سبحانه وتعالى حرم الزنا قلت له نعم حرم الزنا قال ما هي الحكمة قلت له المقصد من تحريم الزنا هو حفظ الأنساب والأعراض والنسل كما سيأتينا في مقاصد الشريعة فماذا اعترض قال طيب الله سبحانه وتعالى له المشيئة المطلقة لماذا لم ينهى لماذا لم يعني يبيح الزنا ولم يجعل الأمراض ولم يجعل الأمراض في هذا الأمر فماذا تقولون قلت له يا أخي الكريم الله سبحانه وتعالى له المشيئة المطلقة ونحن عبيد عبيد الأمر والنهي وليس عبيد الحكمة الله سبحانه وتعالى ذكر الحكمة ولكن كما قلنا في القاعدة الأحكام تُناطُ بِعِلَلِهَا لَا بِحِكَمِهَا ونحن عبيد الأمر نأتمر بما أمر الله وبما نهى عنه الله سبحانه وتعالى وإلا لماذا سمّينا عبيداً لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون الله سبحانه وتعالى لا يُسأل لماذا حرمت ولماذا أبحت ولماذا وإلى آخرين على كلٍ لكن نحن على منهج الجمهور الذين قالوا نعم بأن النصوص الشرعية فيها مصالح وهذه المصالح هي مقاصد الشريعة نعم وهذا محل اتفاقٍ كما قلنا عند الفقهاء ننتقل إلى أيضاً موضوع آخر أو ملاحظات حول أيضاً مقاصد الشريعة ونحن نتكلم عن مشروعيتها هناك عالم يسمى الشيخ محمد علي أشرف التهانوي هذا الرجل الذي توفي في سنة 1362 من علماء الهند الكبار يسمى حكيم الأمة له ما يقرب من ألف كتاب ألفه نعم هو من القارة الهندية له كتاب رائع جداً هو كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم كشاف موسوعة هذه ضخمة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم فيه شرح ما يقرب من ثلاثة آلاف مصطلح بالفنون والعلوم كتاب عجيب طبع في اللغة العربية ويوجد منه نسخة في الإنترنت هذا الإمام وهو شيخ شيوخنا هذا الشيخ علي محمد علي التهانوي له كتاب أيضاً سماه الانتباهات المفيدة في حل الاشتباهات الحديثة قضايا المعاصر له كلام أيضاً حول المقاصد جميل جداً ومنه سنتكلم عن ملاحظات مهمة في المقاصد يقول رحمه الله الشرائع والأحكام ليست مجردة عن الحكم والأسرار كلها فيها حكم وأسرار وقد اطلع على بعضها حكماء الأمة ولا يزالون يزدادون علماً بها ولكن مناط الامتثال بالشرائع ليس هذه الإطلاعات وإنما هي واجبة الامتثال وإن لم يطلع على أسرارها وحكمها هذا كلام رائع جداً يقول يعني يوجد حكم لكن هل نحن نتوقف في الامتثال لأحكام الشريعة حتى نطلع على حكمها لا أبداً نحن نمتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم نطلع نعم لماذا نطلع؟ لماذا نمتثل؟ الإمام الدهلوي رحمه الله يقول إنما نمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نطلع على الحكم والأسرار لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أوثق من عقولنا هكذا يقول في كتابه حجة الله البالغة وهو يناقش هذا الموضوع هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية يقول أيضاً شيخ تهانوي قال لماذا لا يمكن للعلماء على مر التاريخ أن يحيطوا بحكم وأسرار الشريعة قال أجاب بجواب رائع جداً قال حتى لا يستريب الناس في أن هذا الدين مخترع من العقلة لو أن العلماء يطلع على كل حكم التشريع ممكن يأتي واحد يقول هذا التشريع هو مخترع من العقلة وليس تنزيل من الله سبحانه وتعالى والحق أنه لا يمكن الإحاطة بأسرار التشريع لماذا؟ لأنه هو أحكام الله سبحانه وتعالى وشيء آخر نعم لماذا لا يمكن إحطى بكل حكم الشريعة لأنه أيضاً هذا يضعف معنى التعبد يعني نحن الآن لو كل حكم من أحكام الشريعة بحثنا عن حكمتها وأسرارها نعم ولا بد من ذكرها قال هذا يضعف معنى التعبد عند الإنسان ونحن لا نريد هذا الملاحظة الثالثة أيضاً التي ذكرها التهانو في معرض حديثي عن مقاصد الشريعة قال إن الباطلة هو من اخترع حكمة لكل حكم ثم أنكر أصل الحكم على أن على أساس أن الحكمة المنوطة بها قد وجدت بطريقة أسهل يعني أيضاً هذا العلماء قالوا قالوا مقاصد الشريعة علم عظيم لكن فيه مزالق أيضاً كبيرة ما هي هذه المزالق؟ قال يعني ممكن مثلاً الآن يأتينا آت فيقول إذا كانت الحكمة من هذا العمل هو كذا فيمكن أن نحصلها بطريق آخر وانتهى الأمر فيؤدي ذلك إلى تعطيد الشريعة أضرب لكم مثلاً وهذا موجود الآن يعني بعض المنحرفين يعني مثلاً يأتي واحد فيقول يا أخي أنتم لماذا تصلون؟ نقول الصلاة هي خضوع لله من حكمها خضوع لأمر الله سبحانه وتعالى تورث الخضوع والإنابة طيب قال هذا ممكن نحصله غير طريق ممكن نحصل هذا الخضوع مثلاً بالذكر فلماذا نصلي؟ فنقول له ما قاله الأئمة الكبار من علمائنا نقول هذه الحكم إنما هي حكم ولكن مناط المقاصد إنما هو بامتثال أمر الشارع فنحن نطيع هذه الأوامر لأنها جاءت عن الله ورسوله ممتثلين لأمر الله ورسوله نعم وليس عأساس هذه الحكم وهذا يعني إشارة وملاحظة مهمة جداً لأن كثير من المحرفين الآن ربما نعم خرجوا عن أحكام الشريعة بهذه التأويلات الفاسدة نعم ممكن الآن مثلاً المرأة تترك الحجاب يعني ممكن أن يقالها لماذا تقول الأصل أن أصن نفسي وقد صنت نفسي فلماذا أتحجب نقول لا الحجاب هو أمر من الله ونحن نمتثل الأمر أولاً والحكم إنما هي لبيان المصلحة من هذا الأمر فالأمر هو الأصل وليس الحكمة وإنما الحكمة تأتي تبعاً هذه أهم الملاحظات التي يجب على من يريد أن يطلع على علم مقاصد الشريعة أن يعرفها ونعم هناك دعوات الآن في العالم للاهتمام بهذا العلم وربما يكون له مقاصد أخرى مقاصد أخرى يعني نأخذ بهذه المقاصد ونترك الامتثالات الشرعية وهذا يكون فيه باطل من القول الآن نرجع إلى الإمام الشاطي برحمه الله هو يثبت التعليل وهذا التعليل يعني كما قلنا هو أصل أصل الأصل الذي يعتمد عليه في المصالح والمقاصد ثم جاء رحمه الله بأدلة من القرآن الكريم على ما يقول في صفحة 167 يقول الإمام الشاطي برحمه الله والمعتمد إنما أن هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءاً لا ينازع فيه الرازي ولا غيره فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل قال رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ذكر هنا الحق سبحانه وتعالى الحكمة لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومذرين ويقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أيضاً فيه حكمة يا ربي لماذا أرسلت لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال هو رحمة للعالمين هذا إذن أيضاً مقصد من مقاصد الشريعة والرسالة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها وقال في أصل الخلقة وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشوا على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيضاً هنا الحق تبارك وتعالى في هذه الآية يبين لنا أن الغاية التي من خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان ما هو؟ ما هي؟ قال الغاية هي أن يبتلي هذا الإنسان يختبره هل سينصاع لأوامر الحق تبارك وتعالى أم سيتمرد؟ وعندنا يعني مثالان ذكر الحق سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم إنموذجين إنموذج آدم وإنموذج إبليس آدم أمره وقع في المخالفة عن نسيان ولكنه رجع وتاب فقبل الله توبته وبقي عبداً من عباد الله أما إبليس فأمره بالسجود فلم يأتمر واستعمل إسلوب التبرير هذا هو التبرير العقلي إدخال العقل في النقل ماذا قال؟ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكيف أنا من نار ومن طين أنا أسجد له أدخل العقل في النقل فضل عن السواء السبيل وخالف وبرر لمخالفته فلعن وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ استمر قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون إذن معصية مخالفة ثم تبرير لها ثم استمرار عليها هذا المنهج الشيطاني أما منهج آدم عليه السلام وهو أبونا نعم وقع في المخالفة كل ابن آدم خطأ وخير الخطأين التوابون لكنه رجع وأناب ولم يبرر ولم يعلل وإنما اعترف بخطأه وتابه فتاب الله سبحانه وتعالى عليه إذن هذا هو الاختبار نعم قال ليبلوكم أيكم أحسن عمله أنت مختبر أيها الإنسان عندك طريقين طريق آدم أبوك وطريق الشيطان عدوك فأيهما ستسلك من هذين الطريقين فهنا إذن مقصد من مقاصد الشريعة وهو الغاية من الخلق والاختبار والابتلاء وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيضا مقصد من مقاصد الخلق الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا قال خلقنا من أجل عبادة أيضا بيّن فيعني كما ذكرت بالأمس الإمام ابن القيم رحمه الله يقول النصوص التي فيها تعليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق الألف هذه نصا وأما استنباطا فهذه لا حصر لها ومن أراد أن يطلع على ذلك فعليه بكتاب حجة الله البالغة للإمام الدهلوي هذا الكتاب الذي أنا سنوات أقرأ فيه وأريد أن أكتشف كيف الإمام الدهلوي كتب هذا الكتاب سنوات كيف كتبه فتح من الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل فيه أنا أحصيت في هذا الكتاب وفي مجلدين لا سيما في المجلد الثاني الإمام الدهلوي رحمه الله ذكر عللاً وحكماً للأحاديث الحكم التي ذكرها للأحاديث يفوق عددها الآلاف الآلاف ما من حديث إلا ويأتي ويذكر لك الحكمة منه نعم فعندما يقول ابن القيم يقول ألف كتاب الله وفي سنة رسولة هذا نصاً وأما استنباطاً من سياق الكلام ومن كلماته فهذا لا يأتي عليه الحصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر كلمة إلا لفائدة إلا لمصلحة إلا لمقصد عظيم هو نفع الإنسان ما من كلمة تقف عليها سواء كان في القرآن أو في السنة النبي إلا وراء فائدة لمصلحة الإنسان ومن تدبر كتاب الله ومن تعمق في دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ذلك واضحاً أي نص تقرأه تجد فيه الفائدة والحكمة وما إلى ذلك ويقول الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل أيضاً في سورة تبارك أيضاً بيّن لنا الحكمة من ذلك لماذا الحكم الحكم عندما تذكر في النصوص هذه تكون سبباً للأنس النفوس يعني عندما تؤمر بالأحكام يصعب عليها يشتد عليها الأمر لكن عندما تأتي الحكم تأنس وتستأنس وتستبشر ويعني تقوم بهذه الأعمال وهي مسرورة لأن الإنسان بطبيعة يحب الفوائد ويحب المصالح فإذا سمع بهذه الحكم زاده هذا الأمر نشاطاً وخفة لعمل الخير نعم وأما التعالير لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى يقول الإمام الشاطئ بيحمد الله كقوله بعد آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وقال في الصيام كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مقصد من أعظم مقاصد الصيام يوصول التقو والتقوى ما هي؟ هي أن تجعل بينك وبين المعاصي حاجزاً كيف تجعل بينك وبين المعاصي حاجزاً؟ قال أفضل وسيلة لذلك هو الصيام ولهذا جاءت الشريعة بفرض شهر ثم جاءت أيضاً السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أيام البيض والعلماء يقولون وغيرها السنن الواردة والعلماء يقولون لا يوجد وسيلة أو قالوا من أعظم الوسائل لتزكية النفس وتطهيرها هو الصيام لماذا؟ لأنه يلجمها النفس تحب الشهوات تحب المخالفات يأتي هذا الصيام فيهذبها ويقهرها نعم ولهذا قال الحق تبارك وتعالى لعلكم تتقون خير وسيلة للوصول إلى مقام التقوى وهو مقام عالي جداً والصيام أن تصوم تكثر من الصيام سواء كان فريضة وبعد ذلك النفل نعم ويقول الله تبارك وتعالى في الصلاة إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر أيضاً هذا مقصد نحن نصلي ولكن هذه الصلاة لها أثر كبير في أنها تحفظ الإنسان من الفواحش والمنكرات ولكن أعيد فأقول لماذا نجد الآن كثير من الناس يصلون ولكن لا نجد هذا السلوك السوي كأثر من آثار صلاتهم نقول لأنهم اتخذوا الصلاة عادة لم يفهموا معانيها لم يفهموا حكمها نعم ولذلك تجد أنه يصلي عادة ويخرج لا يعرف أن هذه الصلاة بين يدي من يقوم كما جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله في قبلة المصلي يعني إذا قام أحدكم من الصلاة نعم فإنه يقف أمام الله سبحانه وتعالى وهذا يفسره أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان ماذا قال أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهو يراك سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم فعندما تستشعر هذه المعاني كيف ستكون الصلاة تكون صلاة خاشعة تكون صلاة مطمئنة هذه الصلاة الخاشعة المطمئنة نعم هي هي الفلاح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا الذي يؤدي إلى الفلاح أما الصلاة التي هي يعني نصليها نحن نسأل الله أن يعفو عنا الصلاة هي التي بسرعة ومن غير خشوع ومن خير خضوع ومن غير معرفة لمعانيها هذه لا يكون لها أثر في نفس الإنسان ولا يكون لها أثر في حياته وفي صلاته مع الله سبحانه وتعالى وهكذا نعم وفي القبلة قال فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون نسع عليكم حجة وقال في الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا لماذا شرع الجهاد؟ لأنه وقع الإنسان ظلم يدافع عن نفسه وفي القصاص قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب نعم هذا القصاص عندما هذا الذي يقتل يقتل إذا لم يعفو أهل المقتول نعم هذا القصاص هذا يؤدي بالآخرين لما يرى أن نفسه سيقتل تمتنع الناس عن القتل ولهذا الحق سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص حياة كل جملة من القرآن الكريم بل كل كلمة وراءها حكم لا يعلمها إلا الله لكن أين المتدبرون؟ أين المتدبرون؟ كل كلمة تقرأها عليك أن تقف عندها وتسأل نفسك ما معناه؟ نعم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه؟ لماذا قال هنا الحياة؟ وهكذا القراءة التدبورية هي التي تنفعك عند الله سبحانه وتعالى وفي التقرير على التوحيد قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وهكذا نجد أن آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشير إلى المقاصد وإلى المصالح وإلى دفع المفاسد لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وإنسانه الحكيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفعال الله وأحكامه منزهة عن العبث لا عبث فيها وعندما نقول منزهة عن العبث أي فهي مملوئة بالحكم والفوائد والمصالح للإنسان لصلاحه لسعادته في الدنيا والآخر قال الإمام الشرط رحمه الله والمقصود التنبيه يعني وذكر هذه الآيات ولم يريد الاستقصاء ذكر فقط أن التنبيه على أن الآيات والأحاديث كثيرة جدا التي ذكر فيها التعليل وذكرت فيها المصالح وذكرت فيها مقاصد التشريع قال وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا لعلم فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة ومن هذه الجملة القياس والإجتهاد وهذا أيضا فيه رد على الظاهرية الذين أنكروا القياس وأنكروا أيضا التعليل الذي هو تعليل الأحكام لاستخراج مقاصد الشريعة والمصالح ويرد أيضا عليهم في هذا الآن بعد أن تهينا من هذه المقدمة وبيان مشروعية المقاصد والبحث فيها ننتقل إلى موضوع آخر وهو الأمثل أيضا من الكتاب والسنة التي تعمق هذا المعنى وعندنا مجال طيب إذن سنكتفي اليوم بهذا ونتابع إن شاء الله غدا بذكر آيات تدل على المقاصد العامة وأحاديث تدل على المقاصد العامة وآيات وأحاديث تدل أيضا على المقاصد الخاصة والجزئية لنعمق معنى مقاصد الشريعة وقلنا في هذا في هذا العلم يعني نحن نحتاج إلى التطبيق أكثر من التنظير حتى نستوعب ما يشاءه الله سبحانه وتعالى من استيعابه فيما يتعلق بمقاصد الشريعة ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر